ممكن يعني لم يكشف النقاب عن وجود استراتيجية في الواقع تجاه مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب الأموال وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الموجودة اليوم اللي توضع تحت لافتة الجريمة المنظمة ضمن إطار القانون الدولي والأمم المتحدة إذا كان هناك استراتيجية هذا شيء عظيم لكن هذه الاستراتيجية في النهاية تحتاج أيضا إلى مساعدة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي لأن هذه الاستراتيجية سترتبط في علاقات وثيقة مع طيف واسع من البنوك الدولية والمصارف الدولية وشبكات الصرافة يعني هي لن تكون معزولة وكأنما هي في داخل الإراق لأن شبكات غسيل الأموال هي عابرة للحدود عابرة للحدود اليوم سوريا بؤرة لغسيل الأموال لبنان بؤرة في تركيا هناك بؤر في الخليج توجد بؤر في العراق تحول إلى بؤرة لغسيل الأموال هنا تكمل خطورة إذن وجود استراتيجية عراقية للحرب على الجريمة المنظمة وشبكاتها المختلفة ومنع تسريب الدولار لسوريا والعراق ولبنان وغيرها من المناطق يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الأمم المتحدة هناك اتفاقيات دولية تتعلق بالجريمة المنظمة ورقابة حركة الأموال وكشف غسيل الأموال وغيرها أيضا في الاتحاد الأوروبي هناك اتفاقية دولية أوروبية لمواجهة الجريمة المنظمة إذن على العراق لا يستطيع أن يذهب العراق لوحدة لمواجهة الجريمة المنظمة إلا من خلال استراتيجية وطنية زائدا علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا اليوم أن الدولار ما زال يذهب لمبيعات النفط إلى الفيدرالي الأمريكي وبالتالي وفق احتياجات البنك المركزي العراقي تروح التحويلات إلى البنك المركزي العراقي لكن يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للتحويلات للعقود للتجار للشركات للمصارف وهذه المنصة بالتأكيد هي ضمانة مهمة وأحب أذكر مرة أخرى أن البنك الدولي لديه 162 منصة لرقابة حركة الأموال في داخل الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفي مختل الدول العالم هذا النظام دولي لكن مع الأسف العراق في ظل الفوضة التي سادت بعد 2003 وصلنا إلى هذه النتيجة الكارثية الخطيرة عندما انبدد تريليون وثلاثمائة مليار دولار يعني شنو ممكن تكون هناك كارثة أكبر من هذه الكارثة وهذا التبديد واضح اليوم واضح اليوم بكل التقارير اللي تصدر هو لمصلحة إيران وسوريا ولبنان وشبكات التسلح ومنظمات التسلح وعمال الحوف طيب وغيرها من التفاصيل اليوم اللي أصبحت معروفة نعم